موسيقى برحب بكيليا اللي نضموا لقلنا لمتابعة حلقة الأسبوع من ساوند بايتس اللي بتتضمن مثل عادي كل الأخبار والمستجدات اللي بتحبوها اللي عم بتصير بالمنطقة ومن حول العالم بننطلق مباشرة مع The News أحداست النجمة الكبيرة شارن ستون ضجة كبيرة بعد ظهورها مؤخراً بحفل افتتاح مهرجين البحر الأحمر السينمائي بدورته الثاني بمدينة جدة السعودية وخطفت الأنظار بإطلالتها المميدة حيث اختارت فستان رائع باللونين الأبيض والأسود ستون شاركت بفعالية المهرجين وحكت عن كتير من المواضيع الفنية والشخصية طفل الثنين نيك جوناز وبريانكا تشوبرا بمرور أربع سنين على زواجهم ونشر النجم نيك جوناز صور لألون من حفل الزواج وعلق هاك بيكون مر أربع سنين على زواجنا عيد زواج سعيد حبيبتي أما تشوبرا فكمان نشرت مجموعة من الصور وعلقت لأشاب قدري ذكرك كل يوم بأنك محمولة عيد زواج سعيد شاركت النجم جوناز صور لأبنى ولزوجة ترافيس سكوت حيث ظهر الولد البالغ من العمر 9 شهر برفقة ويلدته بالمنزل وكانت اتحدثت جنر ببنامج كارداشيانز أن حياتها تغيرت كثير خلال هالسنة وعم بتمضي معظم مؤتى مع عائلتها يلي هنه أولوية بحياتها بفقرة أفليم الأسبوع لليوم رح نتعرف على مجموعة من الانتاجات الجديدة يلي وصلتها على صالة السينما العربية والعالمية محبي لفيم الهندية موعدتون هالأسبوع مع الأكشن دراما التاريخية كابزا فيلم بتدور أحداثه حول مقاتل ومناضل بسبيل الحرية خلال فترة الاستعمار البريطاني للهند قبل ما انتابع مع أفليم الأسبوع حبيت نسلط الأضواء على مسلسل جديد بدأ عرضه مؤخرا على شبكة بارامونت وهو 1923 دراما رائعة مع هالون ميرن وهاريسون فورد عن عائلة دوتون والمشاكل والمصاعب العديدة يلي واجهتها بعشرينات الكرن الماضي رح نشوف سوى هلأ بعض المشاهد من 1923 رح تبقى مرحلة للمشاهد من المحاولة لا يعتقد حسنًا، هذا الجلوهر، وكذلك لا يوجد حالة هنا جاكب، لا يمكنك تبدأ ريجارة ريجارة تبدأ ريجارة ريجارة تبدأ كم سعيدة؟ أريد المنزل المنزل ايضاً نحن 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 أو نحن نحن هؤلاء يتحدث مع بلوك أو محاولة لكنها تحاولون معي وأنا تحاولون محاولة هذا مباشرة أنت محاولة أنت محاولة بإطار من الحركة والمغامرات بترجع سلسلة أنت مان لتستكمل مغامرات الرجل النملي أو The Ant Man والدبور واسب حيث بواجه الثنائي مخاطر جديدة عم بسببه كانج شريد Ant Man and the Wasp Quantumania إخراج Python Reed مع Paul Rudd Evangeline Lilly Michael Douglas وMichelle Pfeiffer ترجمة نانسي قنقر 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 الوقت يعمل مختلفة في الوقت العالم ماذا إذا كنت قد نحصل إلى مرة أخرى ولكن قد نحصل إلى مرة أخرى قد نحصل إلى مرة أخرى مجرد حدثت لأنني أمسنا لا يوجد كل شخص لتساعدة العالم مجرد حدثت مجرد حدثت مجرد حدثت مجرد حدثت كل ما تتعلم أعلم كيف يكون ننتهي لكواليز فيلم بابلون آخر أعمال الممثل براد بيت والنجمة مارغو رابي وقصة عدد من الشخصيات المختلفة ببداية هوليوود وسعودهم وسقوطهم خلال فترة الإنحطاط والفساد بابلون إخراج دامين شازال المترجمات إنك تتركوا اليهات إذا كنت تتركوا الوزن إذا كنت تركوا الوزن أعمرًا أرود كل ما نتركوا حياتة مجرد الأشياء مجرد التي أجرد أن تقديم ؟ إنك تجربوا تلك التالي بمجحل جميل زوجيا إنهم مجرد نحن نمتعون مهمل رجل والشيء اللقاء إنه يغلق مدى طرق جدا ها شيئ قدر في الحين ها شيئ جدا شجح نحن نظرت حسنًا في المطلعة حوليو blonde نحن نحن موجود كما يهتم بالخطاة إنه ستكون مدى في شهر جون 2023 ناطرينجز جديد من سلسلة أفلام إنديانا جونز مع هاريسون فورد يلي بيرجع للدور يلي عامل منه أحد أهم نجوم السينما إلى جاني بدوره بأفلام ستار وورد هالفيلم يلي أخرجوه جيمز مانجود بيحمل عنوان إنديانا جونز and the dial of destiny وبدون كمين أنتونيو باندارس وفيبي والر بريتش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أنتي ب były ب ram uma جديدة في في قناة في وarts اشتركوا في القناة وأشتركوا في القناة أو جميع Imm300 أشتركوا في الحل تشكرا في القناة وفي قناة أنا لا قدم ان ات Velد عن أموت موسيقى صار الوقت تاخد البريك هلأ ونرجع لمتابعة حلقتنا لليوم من ساون بايتس بشوفكم بعد البريك عودة لمتابعة ساون بايتس لليوم مع أخبار الموسيقى العالمية بحديث صحيفة نيويورك تايمز عطيت نجمة الروك تفاصيل عن الموسيقى الجديد يلي جمعتها بزوجة الموسيقى نيل ديرالدو يلي تعرفت عليه بنهاية السبعينيات وتزوجه بأول ثمانيات وسط معارضة شديدة بوقتها من شركة انتاج باناتار يلي اعتبرت بوقتها انه هالعلاقة رح تكون ضد مصلحتها كفنانية كل ما كنت تبحث عنه كانت موسيقى كنت أريد أن أجد ذلك لكي أستطيع قراءة بشكل موسيقى أستطيع قراءة موسيقى لا أريد أن تكون موسيقى كانت تبحث عنك لا، كانت تبحث عنك وانتظر عنها منتوع صرحت انه قديش هالشي كان بعيد عن واقع وانه بعد أكتر من أربعين سنة بعدهم سوا وحياتهم نازلت مثل أول نهار لتعوفي إنفنسبل هو بمسابة نسخة مودرن عن مسرحية روميو وأنجوليت وبتضمن أجمل أغاني باناتار مثل إنفنسبل طبعاً وي بلونغ واللوف از باروفيلد وبعد أكتر من سنة على بدء تحضير الموسيقى بيوصل وأخيراً على المسرح المغني ألتن جون رح ينهي اليوكي فارويل تور بحفل ضخم ضمن مهرجين دلاستن بوري الموسيقى بـ 25 جون 2023 وصرح الفنين البريطاني إنه هالمهرجين هو أفضل طريقة ليستل السيطار على جولة الموسيقية الأخيرة بمسيره الطويلة بمجال الحفلات مهرجين دلاستن بوري بيبدأ بـ 21 جون وبانتهي بحفل ألتن جون بـ 25 جون وعم المتابعة عيش هد أيضاً حضور نجومة تيلر سويفت، هاري ستايلز وغنزن روز موسيقى شبكة شو تايم الأمريكية بدأت مؤخراً بعرض الميني سيريز جورج تامي يلي عم بيليح الثنائي الشهير جورج جونز وتامي وينات اثنين من أهم وأبرز مجوم موسيقى The Country بـ 60-70 الكرن الماضي بدور جورج جونز بنلاقي مايكل شانن وبدور تامي وينات الممثلة جيسيكا تشاستين موسيقى سوف يكون مجموعة موسيقى جونتنا التالي سوف تأخذنا مع موسيقى واثنين من الـ Personal Favorites لهالأسبوع موسيقى الرابر ونجم الهيب هوب البريطاني Stormzy يعتبر من أنجح وجوه الموسيقى ببريطانيا من أكثر من خمس سنين وكل ألبوماته قدرت تحتل المركز الأول بالمبيعات موسيقى Stormzy اللي فينا نقول عنه النسخة البريطانية عن Jay-Z حقق عدد كبير من الجواز واغنياته قدرت توصل للمراتب الأولى بالـ Pop والـ R&B Charts تالت ألبوم لقيله بيحمل عنوان This Is What I Mean يدي استطاع يدخل UK Albums Charts من خلاله مباشرة بالمرتب الأولى وبتضمن الألبوم Singles Hide and Seek وFire Babe ومزاج بين الRap والHip Hop والR&B والGospel والGrind موسيقى من نجوم الفولك والروك يلي تعرفنا عليهم مؤخراً المغني الإرلندي ديرما كندي يلي أطلق ألبومه الثاني Sonder وقدر أيضاً يحتل المرتب الأولى بالـ UK الأسبوع الماضي لا يتنحى هالأسبوع لصالح Stormzy سonder جماعة الـ Pop والـ Rock وبدمان الـ Hits Better Days Something to Someone وَنُّوْ سِنْلَ كِسْمِي موسيقى بشهر فبرواري 2023 ترجع النجمة Pink بألبوم التنسع Trust Fall وتمهيداً له العمل أطلقت مؤخراً سنجل Never Gonna Not Dance Again ونحن أكيداً مدعم هالأرة سو لاتس دانس مع Pink ومنتابع كواليس تصوير الموسيق فيديو شاوي موسيقى كنت راقم بحصولنا بعض النجم هذه هي جزيرة التي ستجعلها وقد ملتاهمت جداً توجد على واحد أجزاء الدانس معفضة جمع كنت راقم بحصولنا أريد أن هناك مختلفة أفوهوراً że توجه في هذه المصارك الفيديو، اسم العلقاء في الموضوع فكرة في المقرسي الم Editor لك القرسية هي جمعتهاها عيان، ورغتها أصولها، أدعها، لتقنى ليست فقط من هذه المصاركة طويلة اللي بإيجاد سيكون البيانة للحديثة من البيان في البيان كبيرا لم أكن أصدقائي، هذا هو ما أصدقائي عندما كنت أصدقائي هناك الكثير من الأشياء كثيراً ننتهي اللجولة سريعة على الشارت في الـ U.S. و الـ UK تيلر سوفت بعد محتل المركز الأول بالـ U.K. Singles Chart وميغان ترينر بتقدم للمرتبة الثانية بأغنية Made You Look أما فامبي جودارد فبيتابعوا تقدمهم للمركز الثالث وبالـ U.S. تيلر سوفت تمانوا مسيطرة على الساحة الفنية بأغنية Antihero يلي بعدها بالمرتبة الأولى ومن بعدها مليئت دريك وـ 21 Savage بالـ Hit Bridge Flex وبالمرتبة الثالثة Unholy لـ Sam Smith وأكم بيتراس يلي بعضهم محافظين على مركزهم خلونا نشوف من هن الـ International Celebrities اللي عم بيحتفلوا بعيد ميلادهم اليوم وشو هي أبرز الأحداث الفنية يلي صارت عبر التاريخ منول هابي بيرتدي للممثلة جين فاندا يلي ولدت مثل هنهار عام 1937 المغني الراحل فرانك زابا ولد عام 1940 والممثل ساميول أل جاكسون يلي عم بيحتفل اليوم بعيد ميلاده الأربعة وسبعين مثل اليوم عام 1968 المغنية الراحلة جانس جوبلين أطلت لأول مرة بحفل غنائي بممفس تانسي أما دايانا روس فعطت آخر برفومنس لألة مع فريق The Supremes قبل مغادرتها للفريق وهالشي ببرنامج The Ed Sullivan Show سنة 1969 والفيلم يلي كان محتل المرتبة الأولى بالـ US Box Office مثل هنهار عام 1969 فكان البوند موفي On Her Majesty's Secret Service مع الموثل الأسترالي جورج لازنبي يلي مسهل دور العميل السر البريطاني الشهير لمرة وحدة فقط لا غير من الماضي رح نرجع للحاضر مع الخريسمس كامبين الخاصة من دار بخادة والبرادة هوليدي كولكشن ألفين وثنين وعشرين موسيقى 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 اشتركوا في القناة في الداخل العريق افتتح مؤخرا معرض سيربانتي بالتعاون مع المصمم والفيجوال ارتوست التركي الامريكي ريفيك انادول راح نشوف سوى هلأ مقتطفات من اللوكجوري اكزيبشن ضمنها الفيلم الاصيب اشتركوا في القناة اخر اسطب بمشوارنا لليوم راح يكون مع الارابيك سيليبرتي نيوز حققت اغنية وسع وسع للفنان المصري احمد سعد نجاح واسع بعد ما حصدت حوالي 100 مليون مشاهدة على يوتيوب واحتفل الفنان بنجاح اغنيته وشكر جمهوره وكانت اغنية وسع وسع احتلت المرتبة الرابعة بقائمة افضل الاغنيات استماعا بالشرق الاوسط على جميع المنصات الرقمية بالمنظمة العالمية اي اف بي اي يلي هي منظمة الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية اغنية وسع وسع من كلمات والحان الفنان احمد سعد وتوزيه مسيئة لإيهاب كروبس بعيد الممثلين المصريين احمد السقى وريم مصطفى تقديم مسرحية سيدة الجبيلة على خشبة المسرح مجددا بعد 53 سنة من تقديمه عام 1969 وكانت من بطولة الممثلين فؤاد المهندس وشبكال وبجسد احمد السقى شخصية كمال يلي قدمها الفنان فؤاد المهندس فيما بتجسد ريم مصطفى شخصية صدفة يلي قدمتها الفنان شبكال وعلى سعيد اخر وبخطوة مفاجأة نشرت الممثل المصرية ايمي سامير غانم مؤخرا سورة لقلة مع زوجة الفنان حسن الرداد وعلقت عليها وهي وعن بتقول حسن ابو علي قبل ما تعدل العبارة وتستبدلها بحسون وكانت مؤخرا انتشرت اخبار عن حمل ايمي سامير غانم بعد مرور عدة سنوات على زوجة من حسن الرداد بنهاية حلقتنا جايز بشكر متابعتكم لقلنا وبتمنى تلقونا الاسبوع القادم بحلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر